شباب لا تنسونا الشحن من متجر ذاكس وكي لأنه سوى عروض وتخفيضات استثنائية سواء لشحن لعبة كود موبايل فيما يخص السي بي رابط المتجر أخليه لكم في وصف الفيديو بالإضافة إلى التعليق المتبت موسيقى إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكل المتابعي قناة اندرويد 18 يلا ريوم رجعت مقطع جديد لكن يخص اباكس ليجند موبايل لماذا؟ لأنه بصراحة موازنة بينها وبين كود موبايل والله لعبتين فخمتين جدا بصراحة يا شباب الشي اللي رح نتكلم عنه في هذا المقطع هو فيما يخص بعض الأمور اللي ضروري أنكم تفهمونها حتى في آخر طرح أو في آخر إصدار إقليمي رح يتوفر معنا في يوم 28 ابتداء من يوم 28 في هذا الشهر يعني بآخر يوم من هذا الشهر من شهر فبراير رح يتوفر معنا إصدار تجريبي إقليمي ومن المتوقع ولحسب آخر الكلام أنه رح يكون آخر إصدار تجريبي للعبة كود موبايل بعدها رح يكون الطرح الرسمي مباشرة بإذن الله وهذا ما نأمله وما نتمنى لكن أيضا فيه شي جديد وفيه أشياء جديدة تخص الإصدار القادم هذا اللي رح يكون بعد أقل من 48 ساعة يعني بأقصى تقدير يعني في حدود 72 ساعة 8 و4 ساعة رح ينزل معنا من طرحي لهذا المقطع الشي الجديد أنه رح يكون الإصدار متاح للتجربة بالنسبة لأجهزة بالنسبة لمستخدمين الآيباد والآيفون فيمكن أنهم يجربون هذا الإصدار التجريبي وكيد أنا رح أطيكم الدول المتاحة من أجل تجربة هذا الإصدار التجريبي وأيضا فيما يخص المواصفات لتسمح لك أنك تجرب هذه اللعبة أيضا من الموقع الرسمي اللي يخص الشركة فيما يخص الإصدار يا شاف لما نتكلم عن أجهزة الأندرويد نتكلم عن الداكرة العشوائية للوصول أولا رح نتكلم عن الرام فيما يخص أجهزة الأندرويد وبعدين نفصل باقي التفاصيل ضروري أنك توفر جهاز يكون أقل مواصفاته هي 3 جيجا رام بالنسبة لأجهزة لأندرويد أما فيما يخص أجهزة الآيفون أو أجهزة iOS بشكل عام فضروري أنك توفر جهاز يكون أقل شيء 2 جيجا رام هذا حتى تكون في صورة المواصفات الأقل شيء من ناحية الرام لكن سأخذيكم باقي التفاصيل من ناحية إصدار الأندرويد وغيره فيما يخص إصدار الأندرويد ضروري أنك تتوفر على إصدار 8.1 فما فوق من أجل تشغيل اللعبة أيضا فيما يخص الداكرة الشاغيرة من أجل تحميل اللعبة وأيضا وتتبيتها فضروري أنك توفر مساحة تقدر أقل شيء بـ 3 جيجا يعني مساحة شاغيرة على أساس أنك تبت اللعبة وتفتحها وما يكون عندك أي مشكل الرام ذكرت شباب فيما يخص الرام 3 جيجا رام فما فوق أنك تكون على جهازك أندرويد أما فيما يخص أجهزة الآيو أس ضروري أنك توفر أقل شيء جهاز آيفون 6S أو يكون عندك إصدار آيو أس 10 فما فوق أو أيضا توفر رام فيما يخص 2 جيجا رام على جهازك بالإضافة إلى الداكرة أيضا الشاغيرة اللي تخص جهازك الداكرة الداخلية من أجل تتبيت اللعبة أيضا 3 جيجا رام فما فوق يعني تقريبا هذه هي أقل المواصفات لتشغيل اللعبة وأيضا المطورون يعملون من أجل أيضا إضافة أجهزة أخرى قبل الطرح القادم واللي متوقع أنه راح يكون الطرح رسمي بعد هذا الطرح الإقليمي اللي راح يسوفر على قارتين اللي راح يوفر فيهم هذا التشغيل التجريبي الأخير بإذن الله ولو أنا من وجهة نظري متوقع أنه اللعبة مكتملة إلى حد بعيد جدا لحسب التجارب اللي أنا أخذتها من هذا النسخة يعني في كل الإصدارات اللي نزلت سابقا ما صادفت مشاكل بصراحة ممكن مشكل وحيد أو مشكلين أقصى تقدير راح تواجههم في هذا اللعبة يعني السابق لما الحين فما أتوقع أما أيضا فيما يخص التوقيت الزمني اللي راح تاخده هذه التجربة أو هذه النسخة التجريبية فأتوقع أنها راح يكون هذا الإصدار يتوفر معنا من أجل اللعب لمدة ممكن ثلاث أيام أو أسبوع كأقصى تقدير والله أعلم أوكي هذا اللي متوقع أنه راح يكون لأنه اللعبة صراحة تقريبا شي بهم وكتمل أما روابط التحميل فرح تكون مباشرة أيضا على المتاجر للدول اللي راح تكون مرخصة من أجل الطرح التجريبي الإقليمي الأخير أي بمعنى أنك يمكن تشغل الفي بيان على أي دولة اللي راح أذكرهم الحين فيما يخص تشغيل عفوا تحميل اللعبة وتشغيلها المتاجر الخارجية أول أنك تحمل الملف بصيغة الأبيكي والله يسابق الأوان والدكر الحين لإيش لأنه حتى نجرب وبعدين نتكلم أوكي بعد ذاك الطرح راح نجرب وشوف هل راح يكون فيها ترخيص أو ما يكون فيها ترخيص ولو أنه ما نحمل على المتجر الله أعلم المهم بعد ما يتم الإصدار راح نجربنا فيكم بكل التفاصيل لأنه هذا كلام الشركة أنها تقريبا يتم تحميل من المتاجر الرسمية بالنسبة أيضا لرابط التحميل بالنسبة لأجهزة الأيو اس أو الأيفون والأيباد فأكيد أنه راح يكون الرابط أيضا مباشر ودروري أن يكون عندك التطبيق اللي خص من فتح التطبيقات اللي تكون بصيغة التجريبية أو بصيغة تجريبية وهنا أقصد تست فلاي أما آخر نقطة راح أتكلم فيها في هذا المقطع هي الدول المتاحة وهي عشرة دول راح تكون مرخصة من أجل التجربة الإقليمية الأخيرة وما أصحكم أنكم تضيعون هذا التجربة يا شابوا حاولون تفهمون اللعبة بشكل كامل قبل الطرح الرسمي العالمي لأنه في ناس ومجتمع كبير جدا ينتظر إصدار هذا اللعبة بالطرح العالمي فحتى تكون لكم فرصة حتى بالنسبة للناس لتريد تنشئ قنوات فيما يخص هذا اللعبة المهم الدول المتاحة اللي راح تكون توفر هاد النسخة الأخيرة هي الأرجنتين كولومبيا ميكسيكو البيرو إندينوسيا ماليزيا الفلبين سنغافورا أستراليا ونيوزيلاندا هاد الدول العشرة اللي راح توفر آخر إصدار تجريبي بإذن الله إلى هاد اللعبة الفخمة جدا وليلكل منتظرها فما أنصحكم أن تضيعونها يا شاب بإذن الله بعد الطرح الرسمي مباشر راح نوفيكم بكل التفاصيل لطريقة التشغيل أو التحميل إذا قدر الله يعني يودا يعني كانت كل الأمور تمام وكانت اللعبة تشتغل معنا بشكل عادي زي إلى هذا يعني في كل المقاطع والترخيصات اللي كانت معنا سابقا أو النسخ التجريبية السابقة إلى هنا ما بقالي أستودعكم الله الذي لا تعديع ودعوه أتمنى أني قد وفقت في هذا الشرح والطرح يا شاب لا تبخلوا علي بلايكاتكم راح أخليكم مع تجربة بسيطة جدا للعبة فما أنصحكم زي ما خبرتكم ما أنصحكم أنكم متضيعونها لأنها لعبة جدا فخمة يا شباب وتستاهل وتقريبا ما فيش مشاكل بهذا اللعبة وأيضا تم وضع رابط يخص دعم الشركة لهذا اللعبة أيضا في مباشرة لما تدخل على اللعبة يعني كشي جديد فما أنصحكم أنكم متضيعون هذا التجربة إذا سمحت لكم الظروف من أجل أخذ الفرصة في هذه النسخة التجريبية أما الحين فرح أترككم مع مقطع بسيط جدا عن شخصية كريبتو اللي رح نأخذ لها تجربة الشخصية الصيني لأنه كل شخصية ومهاراتها وتفاصيلها رح نشرحها بعدين لاحقا يعني التفاصيل هذا بعد ما تنزل اللعبة رح نوفيكم بكل التفاصيل بشلح كامل عن اللعبة استمتعوا مع بقية المقطع لا تبخلوا علي بلايكاتكم تقديرا لتعبي يا شباب وأشكركم جزيل الشكر دوما وأبدا على لايكاتكم للمقاطع وداعكم الرهيب وبإني لا رح نستمر معكم في كل تفاصيل جديدة تخص لعب الجوال استمتعوا اجنزل المنزل هنا اخر يتحقوننا انجme تحقوننا انجم资وكي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحبا، شخص مرحبا إلى المساعدة لدينا مرحباً لدينا مرحباً 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 هنا مرحباً هنا تقلب Monروك مرحباً مرحباً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة